أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمباشرة تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين وتعزز البنية التحتية حيث أمر سموه بإنشاء جسر مباشر يربط بين تقاطع شارعي خليفة بن سلمان مع شارع عيسى بن سلمان وذلك لتسهيل الحركة المرورية أمام المتجهين من المنامة إلى مدينة عيسى والمناطق الأخرى بدلا من المخرج الحالي إلى مدينة عيسى من شارع خليفة بن سلمان كما أمر سموه بمباشرة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير تقاطع الجسرة الذي سيسهل الحركة أمام القادمين من المنامة باتجاه الجنبية والبديع والقرى والمدن الأخرى فيما أمر سموه بأن يطرح في المناقصة مشروع مركز الإقامة الطويلة للأمراض المزمنة بالمحرق وذلك بعد أن تم إتمام تصاميمه الهندسية وإنجاز الشؤون الفنية المرتبطة بالمشروع بينما وجه سموه إلى تطوير سوق المحرق القديم بإنشاء مجموعة من المحلات التجارية ذات تصاميم التقليدية والمتكاملة خدميا في موقع الجزء الذي احترق في سوق المحرق القديم وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر قد استقبل بقصر إقضبية صباح اليوم السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أطلع سموه على تقدم سير العمل في عدد من مشاريع تطوير الطرق والبنية الأساسية ومن بينها مشروع تطوير التقاطع بين شارعي الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان والذي من المؤمل الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع في الرابع من العام الجاري في الربع الرابع من العام الجاري كما أطلع سموه على مشروع المرحلة الثانية من تطوير تقاطع الجسرة والذي يجتمع على تغييرات إضافية على التقاطع لتكون الحركة المرورية أكثر سيابية في جميع الاتجاهات مما سيعالج مشكلة الازدحام المروري على تقاطع الجسرة وسيزيد من طاقته الاستيعابية كما أطلع سموه على مشروع تطوير سوق المحرق القديم الذي يتضمن إنشاء مبنى تجاري على الطراز المعماري المحلي التقليدي لينسجم مع المباني الأثرية القريبة للموقع والتي تعنى بها حاليا هيئة البحرين للثقافة والأثار ويحتوي المبنى على 31 محلا تجاريا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2018 واستمع سموه إلى شرح لمشروع مبنى رعاية طويلة بمحافظة المحرق التابع لوزارة الصحة والذي يعد جزءا من مشروع مجمع مراكز طبية يقام بأرض مستشفى الولادة بالمحرق ويضم أيضا مستشفى للولادة ومركز لمرضى التصلب اللويحي بالإضافة إلى المركز القائم لرعاية المسنين حيث بيّن وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على إعداد الوثائق لطرح المشروع للمناقصة الذي يتم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 13 مليون و 870 ألف دينار وقد شرد سمو رئيس الوزراء على ضرورة العمل من أجل سرعة إنجاز هذه المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين مع التركيز على أن تكون عملية التنفيذ وفق أعلى مستويات الجودة والإتقان وأكد سمو حرص الحكومة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة وفق خطط وستراتيجيات تستهدف الارتقاء بمنظومة البنية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية والمرورية وذلك من أجل راحة المواطنين وتسهيل أمور حياتهم وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني في تنفيذ مختلف المشروعات الحكومية والخدمية في ظل ما تتمتع به من كوادر وطنية تتسم بالكفاءة والتميز من جانبه أعرب وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه السديدة والتي تشكل منهج عمل تعمل الوزارة على تنفيذها لما تحمله من مقاومات الخير للوطني والمواطنين ترجمة نانسي قنقر